كان جميل جداً لكن تصوير صعب لحظة وينها ايدي طلعت ان شاء الله سائرين الى محمية ام الزمون بتعتبر جزء من صحراء اربع الخارج وهذا مي نيو وصلت الوكيشن هنا ترية الشباب يمرون علي وبطلع معه غاضي وايد المشكلة بس ما علي بيتحملوني حيالله سامة تحياتي طبعا وقفت سيارتي ونحن نركب مع بضاعان وسائرين الموقع بالدرب الجميل هذا منفرض نكون الساعة اربع وصلنا المكان بعد مكسيك حامد مشابك الادموسي انا حبيبي قاعد مع المكان يعني نصنص خبرنا ماذا يميز المنطقة هاي عن الرملات الثانية ليوا تقريبا نفس الشيء بس هالمنطقة اقرب من ليوا ومنطقة طبعا ما فيها احد تقدر تأخذ راحتك في التصوير وطلعت منها صور كثيرة من المنطقة شبت اعمالك خطيرة ما شاء الله وما تمل يعني انت من بلاكسة حسنا من كل طلعة يطلع شاي ديب حاولي يطلع بشاي ديب ها عندك هالمنطقة اشوف هناك عندك الكاميرات فدايما افضل انا استخدم عدسة زوم يعني فضل شيء على 200 ميلي 300 ميلي احسن شيء فتأخذ تكوينات التي فيها التوازن ما بين كثلة وكثلة عندك مثلا كثلة في القدمة كثلة في الخلفية عندك مثلا بداي في تهدرة لايارات اكثر من لايرز موسيقى فشو الفكة وليف بالك والله اشوف انا احيان اشراح من طريقة تصويري مثلا اصور المشهد هذا والشمس تقديمي مثلا فبعض العدسات تكون فيها الفلير قوي جدا فبالتالي انا اخذ نفس الكادر ونفس التعريض اغطي بس الشمس بيدي مجرد ما اغطي الشمس بيدي مجرد ما اغطي الشمس بيدي الفلير هذي يختفي ايو انا لا يبين ويت في الشاشة بس من اغطي الشمس بيدي خلاص كأني حجبت الاباء هذي المنعكسة وبالتالي اخذ اللقطة هذي واخذ اللقطة ويدي مش موجودة في الكادر وبعدين اصيب الفوتوشوب مش دمج الا هي إرس يعني امسح ايدي من الكادر وخلاص اضمن الصورة الثانية بدون اي فلير بدون اي شي وبعدين اخذ تعريض ثاني لأضبط اضاءة الشمس نفسها يعني سواء بطلعها مثلا النجمة ولا على حسب طبعا شو نقاوة الجو طبعا عندي هذا الترابد بعد انجبرت ان اقصب من النص عشان اقدر تنزل تحت زوايا ارضية شليت العمود العمود الوسطاني شوف ان اقدر انزل مستوى الارض بحاجة في وجود خطوط قوية فاللزام ان يكون الترابد مناسب استخدام الترابد مناسب بحاجة ان نشوف اقدر اخذ الزاوية اللي بقى موسيقى 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 بس انا صباحا مستمتة بالمكان حتى لو ما طرعت بصورة موسيقى 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 من المشاكل اللي ممكن توجهك لما تروح البر وتصور مع مجموعة موضوع الاثار مرات يكون الكادر حلو بس اثار الشباب اللي معاك يتخرب عليك فلازم تنتبه لها النقطة طبعا الكاميرا طاحت عليها لا يتعب ترميل الله يستمر كل ما شاكلنا زيت زيت طلع لي اصرات غريبة لان رامل تشفي مع العدسة حصلت هذه النبتة فراس افكر اذا اقدر خليها مع الكثبان الرامين اللي بالخلف قبل ما الشمس ادري عندي عدسة 700 فبجرب شو يطلع معي حلصنا تصوير نهاري اظن الان شوي بانريح بعدين نصور تصوير ليلي يمكن الى الساعة ثمانية و بعدين نتوكل والله يبال اليق او 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 اشتركوا في القناة